بعد نحو عام من الحصار والحرب التي ذاقتها تعز تشهد اليوم أول توقيع لاتفاق بين الأطراف المتنازعة وباشرة اللجنة المصغرة عن لجنة التهديئة العسكرية في المدينة التوقيع على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر التي تحكم ميليشيا الحوث وقوات الرئيس المخلوع السيطرة عليها منذ سنة يقضي الاتفاق الموقع من أربعة ممثلين عن جميع الأطراف على البدء بتثبيت سريان وقف إطلاق النار ومنع كافة أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحجد والانتشار واستحداث مواقع جديدة كما يجري فتح كافة الطرق والمنافذ المؤدية من وإلى مدينة تعز وهي الطريق الواصلة بين صنعاء وتعز وتعز والحديدة وبقية المدن وتسهيل حركة التنقلات للمواطنين ونقل المواد الغذائية تقوم اللجنة من الطرفين بمتابعة تنفيذ فتح الممرات والطرق ويتم التواصل الدائم بين الطرفين لتذليل أي صعوبات بهدف تسهيل التنقل للمواطنين لمعالجة وحل أي إشكال يهدد سريان وقف إطلاق النار يتم اللقاء إن أمكن أو التواصل بصفة دائمة بين طرفين اللجنة العسكرية للجانبين عبر الهاتف أو شبكة التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة للعمل على سرعة معالجة وإيقاف أي حدث يعكر سريان وقف إطلاق النار من تعزيز أو نشر كما قضت المادة الخامسة من الاتفاق أن يعتمد هذا الاتفاق بشكل رئيسي على توقيع الأطراف اتفاق ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية في حال وجود أي إشكال وعدم تمكن اللجنة من الحل يجب الرفع إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة أما البند الأخير فيقضي بتعهد الطرفين والالتزام بعدم اعتقال أي شخص كما يبدأ معالجة ملف المحجوزين والمفقودين من الطرفين بحسب ما سيتم الاتفاق عليه اشتركوا في القناة